تغييرات كبيرة وصلت في تحديث iOS 18 للصفحة الرئيسية في الآيفون مثل ما تشوفوا الخيار الـ Customize تقدر الحين تكبر حجم التطبيقات مثل ما شفتوا اختفى اسم التطبيق صار بس الشعار أو أن تخليه بالوضع العادي وتقدر سوي تعتيم للخلفية خلفية الشاشة سوي لها تعتيم أو الوضع الطبيعي والتطبيقات والوجه الرئيسية تقدر تخليها بالوضع العادي Light أو Dark أو Automatic على حسب الوضع حاليا من نهار أو ليل تتغير الخلفية أو أن تختار لون معين لجميع التطبيقات بالطريقة هذه حرفية من المؤشر هذا تقدر تتحكم بإضاءة التطبيقات والواجهة الرئيسية عندك في الآيفون وبعد تعتيم أو تفتح الخلفية ما بعد التطبيقات أو تختار مثلا لون على حسب الخلفية اللي انتحاطها وتسوي التناسق اللي تحبه ترجمة نانسي قنقر